كشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانز عن اقتراح أوروبي بالموافق على إنشاء صندوق الخسائر والأدرار لاستهداف الفئات الأكثر ضعفا شريطة أن تتعهد الدول بخفض الانبعاثات الحرارية قال تيميرمانز إنه سيتم ربط شروط واضحة بأي صندوق مع وجود قاعدة مالية واسعة من المانحين تساهم في الصندوق ولن يعمل الصندوق في عزلة ولكن كجزء من الحلول التي تشمل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف